طيب تيوليب فلاور بتقول عندها تصبغات تحت الإبت وفي مناطق حساسة بتستخدم كريم أسبوع كتقشير هل هذا سليم وعايزة تعرف كريمات يعني لأي نوع مزيل عرق طبي لأن المزيلات بتعمل لها التهابات أحسن حاجة بالنسبة للعرق الشابة البودرة الشابة البودرة آه بلاش المزيلات والحاجات زمانة علم برضو بس عايزة أقول ملحوظة عشان بينتشع عن فيسبوك كلام غريب قوي إن مزيلات العرق بتعمل سرطان للثادي ده تخريف تخريف يعني آآ آآ قالوا إن استخدام مزيل العرق بعد الدوش بيعمل سرطان يعني كلام كده غريب كده مش منطقة قف الحلم يعني آآ فيه بيعمل سرطان في الحلم طب قد كلام فاضي مزيلات العرق ما بتعملش إيه بس ممكن تعمل إيه تعمل ساعة حسية تترك اللون داكن فالعلاج إيه إن هي تستخدم الشابة البودرة آمنة تماما وشتتعمل لأي حاجة والكريمات والحاجات كلمات عشان اللون غامل كريم التفتيح لسا دق برضو على صفحتي آآ هتلاقي كريم التفتيح على البوستر مجمع بس اللون الغامل اللي بيبقى تصبغ في الجلد دا أو عند الرقبة أو في أماكن معينة دا بيروح بعد يعني بس عالية ليه أسباب كتير آآ فهنا الدكتور لازم يكشف ويشوف آآ فيه نوع من الحاجات اللي بتاعمل لون غامل حاجة اسمها آآ أو الشرحان دي بتحصل عن سيادات كتير نتيجة ترس بمواد معينة في الجلد دا بيبقى فيه صعوبة كبيرة جدا في علاجه الحياة تمام مش أي لون غامل فمش أي حاجة كده ناخد أي حاجة تمام